اشتركوا في القناة طيب يا يوسف وكل سنة والشعب المصري كله بخير والحقيقة احنا بنتذكر في 3 يوليو ويمكن طبعا احنا كان بيننا عديد من اللقاءات والمشاورات في السنة السودة دي لا حتى الخلاص من هذا التنظيم الإرهابي اللي كان بيحكمنا فبعد 9 سنين بشوف النهاردة مشهد الصبح كده وانا نازل السيد الرئيس وهو بيفتتح القطر الكهربائي وبرجع افتكر احنا من 9 سنين كان الموقف ان احنا عايزين كهرباء تبقى موجودة في البيت اصلا يعني الكهرباء بتيجي مابين عظمة الانجاز في التسع سنوات والتحديات الكبرى اللي مصر مرت بيها في التسع سنوات من تحدي مكافحة الارهاب لتحدي الاصلاح الاقتصادي لتحدي الاصلاح السياسي بكل تفاصيل بقى اللي ممكن تندرج تحت كل التحديات لمصر وجهتها بشوف انه قرار 3 يوليو وصورة الشعب المصري فيه 30 يونيو حتى الان احنا يمكن ما تدنهاش حقه اللي حصل ده معجزة بكل المقيس ليه؟ ليه؟ انت عندك تنظيم ارهابي وصل في غفلة من الزمن الى سدة الحكم وهذا التنظيم الارهابي كان متبني وجهة نظر يا نحكمكم يا نقتلكم ونقعد في الحكم 500 سنة وكل كلام اللي كنا بنسمعه ده فكرة انه فيه جماعة تتصور انها هتقدر تسيطر على كل حاجة وتعمل عملية اخوانا للدولة وتعمل كل الموبقات وكل المخازي المتعلقة بانتهاك الامن القوم المصري وبع اسرار الامن القوم المصري برا وتحقيق مصالح التنظيم الدولي الارهابي للاخوان على حساب المصلحة الوطنية بغض النظر الوطن بيقول ايه؟ المهم بالنسباله مكتب الارشاد بيقول ايه؟ المهم بالنسباله التنظيم الدولي للاخوان بيقول ايه؟ المصالح المرتبطة مع دول تانية قريبة من مكتب الارشاد اهم بالنسباله من المصلحة الوطنية صحيح كل التحديات دي الشعب المصري قال لأ مش بس علشان البنزين مش موجود في البنزينة ولا السولار مش موجود فيها ولا الكهرباء بتقطع أنا رأيي أنه المحرك الرئيسي كان أنه فيه إحساس عام بالخطر بالخطر على الدولة نفسها على كيان الدولة نفسها أنت لما تتذكر حادثة رفح الأولى وتتذكر قد إيه كان فيه إحساس عام بأنه الجماعة دول اللي بيحكموا دلوقتي ليهم علاقات وثيقة بتنظيمات الإرهاب في العالم كله صحير وفيه إحساس عام كده محدش عارف يقول إزاي إحنا وصلنا أنه رئيس الدولة الرئيس المعزول محمد مرسي فيه شك أنت ما عندكش لسه قراء ويقين عن إيه اللي بيحصل لكن الخطاب اللي بيقوله الإخوان هو الخطاب اللي بتقوله داعش هو الخطاب اللي بيقوله القعدة هو الخطاب اللي بيقوله كل التنظيمات الإرهاب في العالم ولذلك فيه حاجة مشتركة ما بين هذه التنظيمات وبعضها وبعدين ييجي رئيس الدولة في هذا الوقت للأسف يعني يقولك لما حصل حدثة خطف الجنود يقولك الحفاظ على سلامة الخطفين والمخطفين في اللحظة دي حسنا أنه لأ دا مش الخطفين والمخطفين دا البلد اللي مخطوفه في جماعة خطفت البلد في لحظة من اللحظات تعرف أن يوم أنا شفت إيه لما كنت متفرج على التلفزيون شفت تعبيرات وش الله يرحموا المشير طنطاوي طبعا عمل بالزبط كده طبعا يعني طبعا تمام ثم تتصعد الأحداث فتلاقي يوم نصر أكتوبر قتلت الرئيس السادات قاعدين في الاحتفال يا ما قوة سياسية اختلفت مع الرئيس السادات طبعا من اليسار ومن النصريين وغيروا لكن هل في حد عاقل يختلف مع أي رئيس يبقى متصور أنه الحل هو استخدام العنف والإرهاب والقتل اللي تتالوا يعني وبعدين أعزم القتل ثم في يوم نصر أكتوبر تلاقي قتلة الرئيس السادات قاعدين في هذا الاحتفال في هذا المشهد تختلف بقى في السياسة مع الرئيس السادات تتفق في السياسة مع الرئيس السادات ده أمر وانت شفت أنه فيه تنظيم بيقول للدولة المصرية الوطنية مفهوم الدولة الوطنية لا مش موجودة الدولة الوطنية اللي موجود دولة الجماعة وتتذكر بقى كل اللي كان بيقوله مرشد الإخوان عن عن طزف مش عارف ايه طبعا ما نفعش الكلام ده احنا نقوله لكن بالنسبة له المسلم اللي في دولة تانية أولى من أن يحكمني مسلما ماليزيا عن المسيح المصري فأنت هنا بتتكلم على مفهوم آخر غير الدولة الوطنية خالص دي مش مصر اللي احنا نعرفها مصر اللي احنا نعرفها هي الهلال مع الصديق في صورة 19 دي مصر الوطنية المصرية أصلا تشكلت فيه وبرزت وكان عندها موقف واضح من الاحتلال في صورة 19 على مدرسة ايه؟ على مدرسة انه سعد باشا زغلول زي ويصى واصف باشا زي مكرم باشا عبيد زي مصطفى النحاس صح مفيش فرق هنا بين موسي المسيحي ده كلام مش مطروح على الإطلاق الكلام اللي قاله القصة سيرجيوس لما خطب فيه الأزهر واتكلم على انه لو هيقتلوا المصريين المسيحيين فليعيش المسلمين المصريين أحرار وإحنا هنا ما بنتكلمش بموسلم موسيقى إحنا هنا كلنا مع بعض في مواجهة الاحتلال المنهج ده دي الوطنية المصرية اللي احنا نعرفها أول مرة نشوف بقى كلام له علاقة بإنتوا وإحنا والمسلمين والمسيحيين ده مش منهج خالص الوطنية المصرية اللي حصل في 30 يونيو هو مش بس تحدي لجماعة إرهابية ده تحدي لإرادات دولية وإقليمية كانت عايزة البلد دي تروح في مكان تاني خالص في مصار يروح للحرب الأهلية اللي حصل ده دي مشاريع دولية كانت تهدف لتدمير هذا الوطن خروج الشعب المصري بالتفافه وبوحدة قراره في 30 يونيو مش بس أفسد مخطط الجماعة الإرهابية ده أفسد مخططات دولية ومخططات إقليمية ما كانتش عايزة استقرار لهذا البلد ولذلك لما وإحنا في ذكرى 3 يوليو وأنا بتذكر يوم الاجتماع الشهير اجتماع 3 يوليو وكنت دعيت إلى هذا الاجتماع كأحد ممثلين الشباب عن خرق التمرد في اجتماع 3 يوليو مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت بتذكر حاجتين مهمين جدا النقطة الأولى ودي لفتة هنحطها كده في الاعتبار وإحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة وربطها باللي بيحصل إنه بدأ الاجتماع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقتها بإنه شكر الجميع وقال إنه بصدد اتخاذ قرار مصيري البلد محتجاه واسمحولي أعتذر من كل القامات السياسية والدينية اللي موجودة ولكن أنا عايز أبدأ بالشباب هم اللي يتكلموا الأول أنا حين أنت طبعا إيه ابن مدرسة السياسة المصرية اللي كانت طول الوقت على مدار سنين طويلة من تكلم عن ضرورة تمكين الشباب وإنه في مشكلة في التواصل بين الشباب والدولة وإنه المسؤولين ما بيسمعوش الشباب كل الكلام اللي على مدار الأربعين سنة اللي فاتت بنقوله وإنه وأسلزتنا في السياسة بيقولوه أنت بتلاقي نفسك في لحظة بتقرر تاريخ مستقبل هذا الوطن خارطة المستقبل والقائد العام لجيش مصر بقول لك أنا عايز أسمع الشباب أولا دي هنا إشارة بتقول أنه في منهج مختلف خالص عن كل اللي أنت تعرفت نقطة تانية كان في اجتماع 3 يوليو في نهاية الاجتماع بعد خلاص ما تم صياغة البيان وتم الاتفاق على شكل خارطة الطريق بتنفيذ إرادة الشعب المصري اللي خرج في ثورة 30 يونيو بعزل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الفترة الانتقالية كل تفاصيل خارطة الطريق أنه قال القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت أنه هذا القرار الخطير له نتائج خطيرة وصعبة هتحملها أنا وولادي في الجيش وأبنائي في الشرطة وهتشوفوا إحنا هنتحمل إزاي علشان خاطر أمن وأمان المصريين بعد كده شوف بقى كل التضحيات اللي حصلت على الأرض من القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب شوف إزاي التمن اللي الدفع من دم إخواتنا وولادنا الجنود في سينة وفي الداء وفي كل مكان في محاربة الإرهاب علشان خاطر حماية قرار المصريين ده مش أنت هنا الخناءة ما هيش خناءة نظام سياسي مع قوة سياسية مختلفة معها الخناءة هنا كانت أنه في إرادة المصريين في أنها تبني جمهورية جديدة الجمهورية الجديدة دي بحاجة إلى أمن واستثمار واستقرار وكل التفاصيل اللي بتتكلم فيها إلا أنه كان فيه تنظيم إرهابي يريد أنه يفسد إرادة المصريين اللي تصدل ده هم أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة فلو في 3 يوليو بنتذكر زي ما وجهنا التحية للشعب المصري وللقائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اتخذ هذا القرار الشجاع أيضا لكل جندي ولكل زابط في الجيش المصري وفي الشرطة المصرية على ما تم بسله من تضحيات بالدم وبالجهد وبالمال لأن أنت عشان تفضل تكافح الإرهاب ده صرفت فلوس وجهد كبير واستهلكت من طقتك وتدريبك وحرصك ويقازتك على مدار الـ 24 ساعة عشان نبقى النهار ده بنتكلم وبنفتتح قطار كهربائي وتحول كبير جدا في المشروعات القومية من المعروف دائما أنه ليس كل ما يعرف يقال أن هناك دائما اعتبارات للأمور ولكن في اجتماع 3 سبعة في إطار ما قد يقال إيه اللي شايف النقم محمد عبد العزيز إنه أن الأوان نقوله علشان الناس تعرف قد إيه قيمت 3 سبعة وقد إيه كانت هناك كواليس تم الاحتفاظ بجزء جدير منها يعني إحنا لما جينا تفرجنا على الاختيار في الكثير من التفاصيل ما كناش نعرفها زي ما ذكرت إحنا ترافقنا سنتين 11 و 12 مرما بـ 13 وبالرغم من ذلك وإحنا الاثنين بنشوف الاختيار بالرغم أنه كان لك دور بارز ومهم مع الزمل في تمرد أنا أظن يا محمد أن أنت برضو تفاجئت زينا ببعض الأمور اللي إحنا شفناها في هذا المسلسل إيه اللي ممكن يتقال عن 3 سبعة ما حاكناش فيه قبل كده يمكن هي ما تقالتش بالتفاصيل لكن كان فيه إصرار على التواصل حتى اللحظات الأخيرة مع جماعة الإخوان لمحاولة أن هم يحضروا الاجتماع ويمكن الرئيس أشار لده النهاردة فيه لقاءه مع الإعلاميين لكن بمنتهى الوضوح إحنا رفضنا ده إحنا كان ممثلين تمرد قلنا لأ ومش هنقعد مع الإخوان والإخوان سقطت شرعيتهم وغيرهم لكن الفريق محمد العصار رحمة الله عليه وأنت تعلم هذا الرجل تحمل كثيرا ندل يعني من 2011 من الشخصيات اللي الحقيقة التاريخ هيذكر دورها ندل الله يبحث تواصل مع دكتور سعد الكتاتني كان الفريق العصار يجلس على يميني وإحنا قلنا لأ وكان رأي الفريق العصار قولوا كل اللي انتوا عايزين لأ ما فيش حد هيحجر على رأيكم وقلوا له في وشه فتواصل معاه رفض تماما أنه يحضر وخاف من المواجهة لغاية آخر لأحصل حتى أنه الفريق العصار تواصل مع الكتاتني شخصيا وتعالى أيها مرتين وأن تكون مبثلين حاول معاه مرتين تواصل ورفض الكتاتني تماما أنه يحضر السؤال هنا هل جماعة الإخوان تعتقد أنها ممكن تبقى طرف في أي حوار دلوقتي أو في المستقبل؟ ده وقت ما كان الشعب في الشارع بيرفضكو وبيقول يسقط حكم المرشد ورافض تماما سياستكو اللي خربت البلد على مدار سنة كاملة كان ما زال في محاولة من القائمين على منقشة خارط الطريق في هذا اليوم لأنكم حتى تبينوا وجهة نظركوا إيه يمكن يطلع في نقطة اتفاق ولا يونه ما كانش فيه مساحة أبدا من نسبة لنا لأي اتفاق لكن ما كانش فيه حد عايز يقفل كل الأبواب كان بوزلت كل المحاولات يا يوسف للإصلاح لكن هؤلاء أثبتوا للجميع مش بس برفضهم إنهم يجيهم تلاتة سبعة كمان ردود فعلهم بعد تلاتة سبعة إنك تختار مواجهة الشعب المصري هنا مش مواجهة القوات المسلحة ولا الشرطة لمواجهة الشعب المصري بالسلاح وبالقتل وبالإرهاب والترويع وتعتقد إنك ممكن تفرد إرادتك على المصريين ده أمر غير مقبول على الإطلاق ولذلك في وضوح في كلام الرئيس النهاردة وده وضوح نقولناه قبل كده لا مجال وغير مطروح على الإطلاق أي حوار مع هذه التنظيمات الإرهابية نقطة من أول الصدق قولاً واحداً قولاً واحداً فصلاً غير مقبول تماماً وغير مطروح أصلاً للنقاش أي حوار مع هذه التنظيمات الإرهابية حتى وإن أبدوا المستعداد وخطبوا الود وطلبوا ما لو عملوا كل ده من يعود أم شهيد من القوات المسلحة اللي دفع أو من الشرطة المصرية اللي دفع تمن دمه علشان يحمي إرادة المصريين ويحمي دولة 3 يوليو 30 يونيو ولو أقروا في بيان بشرعية 30 ستة هي الخناعة بشرعية 3 سبعة وبشرعية هم غصباً عندهم شارعية وبشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر تم تجاوز ده مع استخدام الإرهاب والعنف الخلاف ما عادش خلاف سياسي الخلاف فيه قصاص وفيه دم ونهاردة ولدنا اللي وإخواتنا اللي استشهدوا دول لابد من يعني إحنا دلوقتي عايزين القيادات بتاعتهم اللي هربانا بره دي عشان نحاكمها مش علشان نتحاور معاه صح المكان الوحيد دلوقتي لقيدات الإخوان هو محاكمتهم على هذه الجرائم التي ارتكبت وليس الحوار معاه الحوار هنا هو الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للوطن قضية بس اللي هو القوى السياسية التي لديها وجهات نظر تختلف مع الحكومة تختلف مع الرئيس وهذا حقها وتطرح أراءها طالما أنه في إطار الرئيس السلمي مهما كان هذا الرأي فيه شطط مهما كان هذا الرأي مختلف مهما كان هذا الرأي فيه انتقاد ده حقه أنه يبدي رأيه ويناقش السياسات ويطرح بدايل وربما تستفيد الحكومة ويستفيد القائمين على إدارة الأمور وكل الأطراف من أي رأي يقال إحنا في النهاية بتبني جمهورية جديدة محتاج لكل التقاط ومحتاج لكل الأراء ولذلك الحوار الوطني فرصة ذهبية للأغلبية وللمعارضة في إطار أنه حوار سياسي بلا إرهابيين أحسنت الختام شكرا وحياة أمي محمد أنت عارف أن أحبك قد إيه وأظن أنه لازم أحد دائما يقول كده من الناس اللي أنا اتشرفت بمعرفة أحمد ربنا أحفظك الله عزيز لنهاردة 11 سنة صداقة ورفقة ومحبة ومودة فكان لها شرف أن أنا قابلت ناس حقيقي زي محمد عبد العزيز وممكن فيه يعني أوقات أخرى أحكي لكم حواديد كتير على مجموعة كبيرة جدا يوم كل الشرف بجدها محمد شكرك أيوز ونورت وشرفت وأحسنت الخاتمة كل شكر لك سيادة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد مؤسسي حركة تمرد وصحبي اللي بتشرف بيه قبل الفاصل قولا واحدا كل من خضبت يداه وتلوثت روحه وعقله ونواياه بالتخطيط وبالتحريض وبالدفع وليس فقط باستقباء بالقيام أو اقتراف الجرم بيد مالوش مكان على الترابيز لا ببيان الاعتراف ولا ببيان الاعتذار ولا ببيان الشرعية من عدد إحنا مش محتاجين حد يعترف بشرعية لا تلاتين ستة ولا تلاتة سبعة ولا يعترف بشرعية الرئيس خالص الشعب هو اللي قال الشعب هو اللي طالب هو اللي نادى ده مندئيا يعني إنه هو النزف تلاتين ستة وهو اللي شرع عن تلاتة سبعة وهو اللي طالب بإن الرئيس يصبح رئيس الجمهورية مصر العربية حلو فما فيش أي شرعانة نحن محتاجين أختم من حد ولا بيانات ولا اعتراف ولا اعتذار ولا بوس رجلين فوالنبي ما حد يتكلم باسم الناس تاني أبوس إيديكم فاصل ونكمل الكلام ومش هنبتعد تاني من ملفات التنظيم الإرهابي هنتحدث وخلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو الأستاذ أحمد سلطان الصحفي المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة انتظرونا اشتركوا في القناة